السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا طلبة طالبات الصف الأول الإعداد في درس جديد من دروس النحو العربي للصف الأول الإعداد الفصل الدراسي الثاني موعدنا اليوم مع درس سهل هذا الدرس بسيط للغاية هو درس الفعل اللازم والفعل المتعدي بداية شباب درسنا فيما ماضى من السنوات السابقة أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر ثم درسنا في الفصل الدراسي الأول الفعل ينقسم إلى فعل صحيح وفعل معتل اليوم بإذن الله عز وجل سنأخذ التقسيم الثالثة وهو تقسيم الفعل إلى فعل لازم وفعل متعدل بداية الجملة الفعلية كالعادة تتكون من فعل وفاعل هما الركنان الأساسيين للجملة المفعول به يعتبر من الضيوف قد يأتي وقد لا يأتي وهذا هو موضوع درسنا اليوم فالفعل اللازم يا شباب تعريفه ببساطة جدا هو فعل لا يحتاج إلى مفعول به ليتم المعنى فعل لا يحتاج إلى مفعول نعم كثيرا جدا قابلتنا تلك الجملة أن الفعل والفاعل ثم لا يوجد المفعول به مثل قولنا ذهب الأب للعمل فالفعل ذهب هنا فعل لازم لماذا لازم لأن الفعل ذهب يا شباب لم يستدع أن يكون له مفعولا به مالوش مفعول به ذهب من الذي ذهب الأب للعمل للعمل قر ومقرور فلا يوجد هنا مفعول به وقلنا قبل ذلك حتى أصل إلى المفعول به أسأل الفعل ما الذي فعله الفاعل مثل قولنا كتب الولد الدرس من الذي كتب الولد إذن هو فاعل ماذا كتب الولد الدرس فالدرس هنا مفعول به ففي تلك الجملة يا شباب نقول ذهب الأب للعمل فلا يوجد مفعول به وكذلك يرجع التلميذ من المدرسة فالفعل يرجع استلزم فاعلا ولم يستلزم وجود المفعول به يبقى باختصار شباب الفعل اللازم هو فعل ملوش مفعول الجانب الآخر الفعل المتعدي هو فعل يستلزم يعني لازم ييجي معه مفعول به فتعريفه هو فعل يحتاج إلى مفعول به ركز أو أكثر ليتم المعنى إذا هو ممكن ييجي أكثر من مفعول في الجملة وطبعا هيجي مفعول اتنين تلاتة ما شاء الله كترو؟ آه هنشوف مع بعض النهاردة بإذن الله هذه الأمثلة مثل قولنا يذاكر الولد الدرسة أين الفعل؟ الفعل هو يذاكر من الذي يذاكر؟ الولد إذن الولد هو الفاعل ماذا يذاكر الولد؟ آه هنا يوجد للسؤال إجابة وهو كلمة الدرس إذن فكلمة الدرس مفعول به إذن فالفعل يذاكر هو فعل متعدي متعدي من قولنا بيعدي بيعدي الفاعل وبيوصل للمفعول به عكس الفعل اللازم ملوش مفعول به إذن الفعل المتعدي هو فعل يستلزم وجود مفعول به أو أكثر لإتمام المعنى وكذلك قولنا يساعد الغني الفقير فكلمة فاعل يساعد رفع فاعلا هو الغني ونصب مفعولا به هو كلمة الفقير هيا نأخذ بعض الملاحظات على الفعل المتعد والفعل اللازم الفعل المتعد شباب والفعل اللازم يعني ممكن نقول إن كده الدرس 70% منه أنهناه نبدأ نخش على الملاحظات الملاحظة الأولى قد يحظى في المفعول به من الجملة مع بقاء الفعل متعديا إزاي يعني ممكن تيجي جملة قدام يا شباب فيها فعل والفاعل المفعول مش موجود يبقى ده فعل اللازم لا مش شرط أتأكد إزاي يا شباب خذ الفعل وضعه في جملة خارجية تعالوا نشوف المثال اللي معايا مثل قولنا يزرع الفلاح في سرور يزرع فعل مضارع مرفوع الفاعل هو الفلاح في سرور جر ومجرور فأين المفعول به لأول وهلة أو لأول مرة بصيت على الجملة إذن الفعل يزرع لازم انتظر قليلا خذ هذا الفعل وضعه في جملة أخرى يزرع الفلاح ماذا الأرض فإذن الفعل يزرع يستلزم وجود مفعول به فإذن الفعل يزرع هو فعل متعدي ولكن مش موجود في الجملة اللي قدامي ولكن يفهم من خلال سياق الجملة ما الذي سيزرعه الفلاح؟ الأرض إذن الفعل يزرع هو فعل متعدد هذه الملاحظة الأولى الثانية عندي أفعال تنصب مفعولي وسوف ندرسها بالتفصيل في الدروس القادمة هي الأفعال ظن حسب زعم خال وجد علم رأ جعل كس البس منح منع أعط سأل هذه الأفعال سوف ندرسها بالتفصيل بإذن الله في الدروس القادمة الملاحظة الأخيرة أن هناك بعض الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل مثل قولنا أن أرى وأنبأ ونبأ وأعلم وأخبر فهذه الأفعال الخمس تنصب ثلاثة مفاعيل ولكنها نادرا ما تأتي في الامتحانات سؤال مهم جدا 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 طلب مني في الامتحان أن أستخرج فعلا لازمة وآخر متعديا كيف أفرق بين الفعلين؟ إزاي أقدر أعرف أنه ده لازم؟ وإزاي أقدر أعرف أنه ده متعدي؟ معنا ثلاثة وسائل من خلالهم تقدر تعرف الفعل ده متعدي ولا لازم الوسيلة الأولى إذا وجدت المفعول به الجملة أبحث عن الفعل أسأله من الذي قام بالفعل؟ توصلنا إلى الفاعل أسأله ماذا فعل الفاعل إذا وجدت المفعول به؟ هذا متعدي دون أن أستعمل أي وسيلة أخرى أو خذ هذا الفعل وضعه في جملة من عندك حطه للفعل حطه في جملة من دماغك فكر في أي جملة تاني الجملة التي تجبتها دي إذا وجدت بها مفعولا به إذن فهو فاعل متعدن مثل الفعل يساعد 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 أبي الجار إذن الفعل يساعد استلزم وجود مفعول به إذن هو فعل متعدي الوسيلة الثالثة الفعل المتعد يا شباب يصح أن يرتبط أو يتصل به ضمائر النصب المتصلة أو ضمائر الجر التي تجمع في كلمة ناهيك لهي النا والها واليا والكاف الفعل المتعد يا شباب يصح أن يتصل به أحد تلك الضمائر يجوز أن يقول أو يصح أن يقول يساعدنا يساعده يساعدني يساعدك فإذا صح الاتصال بهذه الضمائر فهذا الفعل فعل متعدي طب لو فعل لازم مثل الفعل ذهب فلا صح أن يقول ذهبنا أو أقول ذهبني ولا صح أن أقول ذهبك ذهبك بقيت اسم الذهب الذي يخصه ولكن الفعل لا يصح أن يتصل بأحد هذه الضمائر فالفعل المتعدي يصح أن يتصل بضمير من ضمائر النصب أو الجر المتصلة أما الفعل اللازم فلا يصح هذه هي الوسائل الثلاث لمعرفة الفعل المتعدي من الفعل اللازم نأتي إلى سؤال مهم جدا وهو كيف أحول الفعل اللازم إلى فعل المتعدن؟ إذا هو ينفع؟ أو طبعا ينفع بوسيلتين يا شباب الوسيلة الأولى أن ندخل عليه همزة في أوله مثل قولنا خرج الرجل فالفعل خرج هو فعل لازم لا يستلزم موجود مفعول به طب كيف أحوله إلى فعل المتعدن؟ حط في أوله همزة ألف عليها الهمزة فأقول أخرج الرجل أخرج الرجل صدقته فأتحول الفعل من كونه فعلا لازما وهو الفعل خرج عند إضافة الهمزة وتسمى همزة التعدية يسميها النحويون همزة التعدية فأصبح الفعل متعديا فعل وفاعل ومفعول به طب ما الوسيلة الثانية؟ تضعيف تضعيف أي وضع شدة تضعيف الحرف الثاني من الفعل فأقول خرج الرجل من بيته يجوز أن أقول أيضا خرج الرجل صدقته أو زكاته فتحول الفعل من كونه فعلا لازما إلى فعل متعدي عند إضافة تضعيف الحرف الثاني وبذلك أحبابي انتهينا من الدرس الثاني وهو درس اللازم والمتعدي من الأفعال تمنى أن تكونوا قد استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة